ذكرت وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن حملة تطعيم ضد شلال الأطفال حققت نجاحا كبيرا في يومها الأول حيث بلغت نسبة تطعيم 52.4% من إجمالي المستهدف بالمحافظة والذي يبلغ أكثر من 67 ألف طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات وتستمر الحملة حتى يوم الثلاثين من مارس لاستكمال أعمالها وذلك عن طريق 312 فرقة مقسمة إلى 54 فرقة ثابتة و46 موقعا ثابتا و258 فرقة متحركة من منزل إلى منزل في جميع ربوع المحافظة